نروح للأهرام وصفحة أولى بيقول الخبر المعايا أنه 69 متهمة في أحداث السفارة الإسرائيلية تكشفهم سيديهات جديدة أخبار سيديهات دي وإيه التطورات اللي حصلت في ده انفراد للأهرام مهم النهار ده طبعا الناس كلها كانت متابعة أحداث السفارة الإسرائيلية اللي تم يعني أصفرت عن استشهاد أحد الشباب وإصابة المئات وتم الأبضى على عدد كبير من المتهمين وصير حواليها عدد من علامات الاستفهام في ذلك الوقت حوله هناك محرضين قاموا بتحريض الشباب لمهاجمة السفارة ومهاجمة مدرية أمن الجيزة تم إلقاء القبضة على عدد من المتهمين اليوم الأهرام كشف أن عدد من السديهات اللي تم تسلمها للنيابة كشف عن عدد كبير من المتهمين 69 متهم منهم 33 بينتمل طائرات سياسية و36 مسجل خطر نقطة مهمة أن الأهرام بس لم تسمي قالت أن في اتنين من رجال الأعمال القبار موّلوا وحرّضوا على تلك الأحداث ودفعوا من 100 إلى 200 جنيه لعدد من البلطغية حتى يهجموا مدرية الأمن في انتظار أن التحقيقات تكشف مين هم لأن الأهرام كاتبة كمان أن رجل الأعمال الأول اللي هي أشارت له بألف نيم ويمتلك مصانع لملابس الجهزة ورجل الأعمال التاني ألف عين ويعمل في دول أوروبية اختفوا وهاربان ومن المنتظر أن يتم ضبطهم وأحضروهم التحقيقات أظن هتكشف مفاجآت لأن تمويل اتنين من رجال الأعمال لأعمال شغب أكيد هيلك الضوء على عدد كبير من الأحداث التي حدثت خلال الست شهور اللي فاتت وقالوا أن في ممولين ومحرّضين لا طبيعي وكانت الشاشة تقريباً بتجيب ناس حيث أنهما يعني مفيش هدف يعني اللي بيعرف يكتب ولا يقرف إيه اللي موديه هناك أنا شاهد عيان على هذه الأحداث كنت في تغطية تقريباً لحد ساعة أربعة الفجر المسايسين تقريباً كلهم انسحبوا مع تطور الأحداث وتحولها إلى مواجهات بين الشرطة من جهة وبين المتظاهرين من جهة معظم الناس اللي كانت موجودة يعني أنا مش عايزة أتكلم عن ألترس الأهلي والزمالك والإسماعيلي في هذا اليوم ولكن عدد كبير غير معلوم مجهولين الهوية اندفاعهم في مهاجمة مديرية أمن الجيزة كان غير مبرر في المقابل انسحاب الأمن من أمام الصفارة وأمام مديرية أمن الجيزة كان غير مبرر وما زال عليه على مدى استفاءة نصبوط طب نروح للأهرام وبيقول الخبر اللي معايا أن المالية تنفي تبديد أموال المعاشات ده في الأهرام سبح أقول لك بيان رسمي الدين العام في الحدود الأمنة وعجز الموازنة لا يورس من الواضح أن هناك ارتباك داخل حكومة الدكتور إسام شرف وزير القوى العاملة الدكتور أحمد البراعي كان قنصرح من يومين يوم الخميس في وتنقلته معظم الصحف والجرائد عن ضياع 436 مليار جنيه من أرصد صندوق التأمين والمعاشات النهاردة الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية نفى هذا الكلام تماما المصدرين الرسميين واحد بيقول ضاعت 436 مليار جنيه من أرصد صندوق التأمين والمعاشات والدكتور حازم الببلاوي ينفي والاتنين ينتموا لنفس الحكومة أنا مش عارف أسد من فيهم الموضوع محتاج متابعة وتطقيق وتطقيق لتصريحات الوزراء ما ينفعش وزير يطلع يتكلم عن عجز في الموازنة دون الرجوع للوزير المختص ودون أن يكون عنده معلومات دقيقة لأن هذا القبر أصار لغط خلال اليومين الماضيين مصبوط هو الخبر الأخير معنا في الشروع بيقولنا الداخلية ترسل ظابط أمن الدولة المنتهم بقتل بلال في بعثة السودان طبعا يعني المشاهدين يتذكروا وقعة اغتيال الشاب السلفي السكندري سيد بلال بدعوة اتهامه المشاركة في تفجيرات كنيسة القدسين مطلع العام الماضي هنا فيه أمر غريب جدا ظابط متهم الظابط النقيب اسمه الشناوي نقيب حسام الشناوي متهم بأنه اشترك فيه عملية تصفية أو اختلال سيد بلال وتعذيبه الداخلية كافأته قبل أن يصدر قرار بضبطه وإحضاره من النيابة العامة وأرسلته في بعثة إلى السودان وكأن هناك تواطئ من أجهزة داخل وزارة الداخلية بأنه يتم إرسال ظابط تم اتهامه نيابة طلبت ضبطه وإحضاره وترسله البعثة طبعا ده تجاوز وعلامة استفهام نتمنى أن وزارة الداخلية توضح موقفها أن فيه شكوك حوالين أداءها خلال 6 شهر الفاتوي يجب أن يصدر بيان رسمي من الداخلية يوضح لماذا تم إرسال هذا الضابط المتهم بقتل سيد بلال في بعثة إلى السودان ولماذا دي هتبقى بقى عشان حاجات كتير جدا من ضمنها كمال الخبر اللي كنا نتكلم عليه برضو من شوية لهو كان في السفر الإسرائيلية آخر خبر معاه هنا خبر بيقول أنه شاب يقاطع المفتي في خطبة الجمعة ده خبر برضو انفراض للمصر اليوم أحد الشباب الملتحي أثناء خطبة الجمعة في برسعيد مبارح قاطع دكتور علي جمعة مفتي الجمهورية عندما بدأ يتحدث عن الصورة وإعادة عجلة الإنتاج وكذا الشاب قام وقال له يا ظالم يا منافق أنت من أتباع مبارك ولن أصلي خلفك أدخلتهم الجنة فما قولك فيهم الآن كان الدكتور علي جمعة قد اتكلم السنة اللي فاتت بعد وفاة حفيد الرئيس المخلوع حسني مبارك وصف أهل المتوفي اللي هو حفيد مبارك بأنهم من أهل الجنة طبعا ده كلام كان مش مسؤول في حنى وده يخلينا نقول على علماء الدين ورجال الدين أن يأخذوا مسافة من أي حاكم أيا كان هذا الحاكم فعش ورت نفسي في تصريحات أو في تصرفات يعني هو قصهم هو ما هو بالتحديد ولا دي قاعدة يعني اللي هي الحضر عام للأسف المؤسسة الدينية في عهد الرئيس المخلوع مبارك كانت يعني عليها علامات استفهام كبيرة جدا كان بيتم طورتها في تأييد الحاكم قبل الاستفتاءات وقبل الانتخابات وفي تأييد الحزب الوطني وده طبعا أفقد الثقة فيها كمؤسسة المفروض أنها مؤسسة مستقلة على مسافة من السلطة أي أن كان المسؤول عن هذه السلطة وطبعا اللي حصل مبارك شيء دل جدا يعني بخبر المصر اليوم نهاردة بنختم فقرة الصحافة بتاعتنا بشكرك جدا يا أستاذ محمد بجد على وجودك معنا نهاردة وإن شاء الله نكون موجودين مع بعض في الأيام اللي جاية مشاهدينا كان معنا الأستاذ محمد سعد عبد الحفيز هو رئيس القسم السياسي بجريدة الشروق هنروح للفاصل صغير جدا ونرجع مرة تانية عشان نكمل باقي نهاركم سعيد